5 Working 9 to 5 العمل من التاسعة إلى الخامسة grammar القواعد pages 70 and 71 صفحة 70 71 In this lesson you are going to Use the subjectives to stress the importance or urgency of an action Use I'd like you or I want you to express a desire that someone do something تستخدم أود منك أو أريدك للتعبير عن الرغبة في قيام شخص بشيء ما Rearrange words and phrases to form sentences تعيد ترتيب الكلمات والعبارات لتكوين الجمل Write sentences according to pictures تكتب الجمل على حسب الصور Write sentences to describe situations تكتب جمل لوصف المواقف كتاب جالية درسالة تكتب جميع تكتب جميع تكتب جميع التكتب جميع الأوامر الفرعية نستخدم الأوامر الفرعية للتأكيد على أهمية وضرورة إجراء ما ويستخدم في الأوامر الفرعية المصدر انظر إلى الأمثلة المدير يصر على أن يعمل متأخرا نلاحظ الفعل work أتى بعد he وكتب بالصيغة الأساسية المصدر بدون إضافة ال-s للفاعل المفرد he من المهم أن تكون في الاجتماع نلاحظ أن الفعل b استخدم بالمصدر بعد كلمة you تستخدم الأوامر الفرعية مع أفعال معينة أو عبارات معينة كالتالي verbs العفعال ask يطلب demand يطلب insist يصر recommend يوصي request يطلب require require يتطلب suggest يقترح urge يلح expressions العبارات it is essential إنه ضروري it is imperative إنه حتمي أو ضروري it is important إنه مهم it is necessary إنه ضروري the subjective follows the sentence pattern تتبع الأوامر الفرعية نمط الجملة verb or expression في البداية فعل أو عبارة plus that زائد كلمة that plus subject ثم يضاف الفاعل plus base form or not before the base form ثم نستخدم الفعل بالمصدر أو بإضافة not قبل الفعل بالمصدر look at the example انظروا إلى الأمثلة it is essential that you dress appropriately إنه ضروري جدا أن تلبس بطريقة ملائمة she asked that we not be late هي طلبت أن لا نكون متأخرين من أشهر العبارات التي تعبر عن الرغبة في قيام شخص ما بشيء ما I'd like you أود منك and I want you وأريد منك look at the examples انظر إلى الأمثلة I'd like you to help with this project أود منك أن تساعد بهذا المشروع I want you to finish the report this afternoon أريد منك إنهاء هذا التقرير هذا المساء نلاحظ الصيغة I'd like you I want you يأتي بعدها to زائد الفعل A rearrange the words and phrases to form sentences أعد ترتيب الكلمات والعبارات لتكوين جمل look at the example انظر إلى المثال asks I work on the weekend my manager oven that my manager oven asks that I work on the weekend نقوم باستخدام الفعل أو العبارة المناسبة في بداية الجملة ثم نضيف كلمة ذات وبعدها نضع الجملة كأمر فرعي read the rest and do it the same way اقرأ بقية الفقرات وكن بحلها بنفس الطريقة ترجمة نانسي قنقر 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 باعتقادك ما الذي يقيل في كل صورة أكتب جملة على كل صورة باستخدام الأوامر الفرعية أو كلمة أود منك أو أريد منك زائد المصدر انظر إلى المثال تالي إنه ضروري أن لا نكون متأخرين على الاجتماع في هذا التمرين الإجابات ربما تكون مختلفة من شخص لآخر على سبيل المثال أريد أن تقص شعرك بشكل أقصر أنا أقترح أن تجرب هذه من المهم أن نلحق هذا القطار من الضروري أن تفرش أسنانك مرتين يومياً أريد منك أن تتوقف عن التدخين أريد منك أن تقوم بدراسة العرض الجديد بدقة وحذر أريد منك أن تأخذ حبتين كل صباح قم بكتابة جمل تعبر فيها عن الحالات التالية استخدم في هذه الجمل الأوامر الفرعية أو كلمة أود منك أو أريد منك زائد المصدر تخيل بأنك طبيب تتحدث إلى مريض يعيش حياة غير صحية تماماً المريض يدخن ويأكل الكثير من الأطعمة السريعة لا يقوم بأي تمارين ولا ينام بشكل جيد ما الذي تقوله له هذا المريض؟ في هذا التمرين الإجابات ستكون مختلفة تعتمد على الأراء الشخصية انظر إلى بعض الأمثلة أريد منك أن تتوقف عن التدخين إنه ضروري جداً أن تأكل الطعام الصحي أريد منك أن تبدأ بالتمارين أوصيك بأن تنام مبكراً تخيل أنك معلم تتحدث إلى طالب يتصرف بشكل سيء داخل الصف هذا الطالب لا يذاكر للاختبارات is talking in class ويتحدث داخل الصف is not doing homework ولا يقوم بحل الواجبات and does not take notes in class ولا يقوم بتدوين الملاحظات في الفصل ما الذي ستقوله له هذا الطالب؟ انظروا إلى الأمثلة it's important that you study for tests من المهم أن تذاكر للاختبارات I want you to be quite in class أريد منك أن تكون هادئاً في الصف it is essential that you do your homework إنه ضروري جداً أن تقوم بحل الواجبات I'd like you to take notes in class أود منك أن تقوم بتدوين الملاحظات في الفصل ترجى صفتزي قنقبر الحياة That's what are you making الظنق告 ترجى صفتزي قنقص اور نبدئ انفذر الواجبات منصف ث